مرحبا معكم رينزاكا ساشفان مستشفى جبل لبنان نحنا اليوم نحن نحكي عن فقر الدم للجنين داخل الرحم وكيفية مطابعة الامرأة الحامل خلال فترة نقل الدم للجنين داخل الرحم بالمرحلة الأولى نستقبل المريضة بقسم الولادة أكيد أهم شيء نحن الحالة النفسية للمريضة اللي نعتبر هو الركن الأساس للعلاج نتأكد نصحة المريضة من خلال إجراء الفحوصات الدم اللازمة من خلال أعطاء الأدوية اللازمة نتفادى أي خطر ولادة مبكرة نتأكد من صحة الأم من خلال الضغط والحرارة كما من الأم بإجراء صورة صوتية لنتأكد من حياة الطفل أو حياة الجنين داخل الرحم قبل إجراء عملية نقل الدم خلال نقل الدم من الجنين داخل الرحم تنقل المريضة إلى غرفة مخصصة معقمة بوجود طاقم طبي كامل وشامل خلال هذه الفترة أهم شي نحنا منظرنا على تواصل كامل بالمريضة نتأكد من وضعها النفس والصحة كما من رائع بحالة الضغط والنبض عند الجنين عند خروج المريضة من المستشفى نعطيها كافة الإرشادات اللازمة من الأدوية من العناية الصحية نشجع المريضة على مشاركة بالخدمة بتقدمها مستشفى جبل لبنان لجميع النساء الحوامل وهي الدروس مقبل الولادة اللي بتتضمن كيفية الولادة الطبيعية العناية بالطفل والتشجيع على الرضاعة الطبيعية وكيفية الرضاعة الطبيعية للمزيد من المعلومات شيكوا تتابعوا ما قالنا على وقسات المستشفى ترجمة نانسي قنقر